الخبر الأول اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب والحادث الجديد اللي سووه فأحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالإنستجرام شوية ستوريات شامسوين بها حادث والسيارة نوعا ما مضروبة وكاتبين عليها الحمد لله ربنا سترنا كوش خرج عن بعضا والعربية كانت لحتين قلب بينا بالطريق ووضح حط شوية لقطات من العربية وهي متكسرة نوعا ما الوضح أن الحادث قوي فألف الحمد لله على سلامتهم والله يعوضهم يا رب الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي عدنا هو ريدر فريدر نزل على حسابه بالإنستجرام شوية ستوريات يطلب بها بالمتابعين أن يسجلون أغاني بصوتهم ويدزولها خاص وهو رح يسوي عليها مقطع باليوتيوب اللي حيسوي عليها ردة فعلة وقح تكونوا بيايا سو رحطيكم هذه الاستورات عم تفتمون أكثر شونكم إن شاء الله بخير عدك مواهبة تغنى تغني راب تسوي هذا كله بتقدر تغني أغاني أو تسوي أي أغنية ببالك وتدزلها على الخاص ورح أقيمها بفيديو على اليوتيوب أوكي فلاتس جو متحمس كلش أسمع صوتكم ومواهبكم دزولي مواهبكم غنائية راب أو أي شيء أي نمطة تتحبوه وتسوي يعني دائما الخبر الثالث اللي عدنا عن المتابعين وكشفهم الحقيقة يا سوية وسامتكت واخفاهم الاسم جواني من التعليقات اللي عدهم طبعا مثل ما تعرفون فوسامتكت خافي اسم جواني من التعليقات اللي عنده ومن الواضح أنه قبل ما تطلع ياسمين من الفريق أنه وسامتكت كان طالب من ياسمين أنه تلغي اسم جواني من التعليقات اللي عدها بالنسبة للدليل حاليا ندخل على آخر مقطع نزلته ونكتب به اسم جواني وبعدها نروح على كلمة الأحدث أولا عم ننحف التعليق وتعليق الأشخاص اللي علقوا ورايا بعدما نحفظهم روح نغير الحساب عم ونشوف هل التعليق لحيطلع للناس أو لا وبعدما نغيرنا للحساب وننزل بيع التعليقات رح نروح على كلمة الأحدث أولا ونشوف تعليقي هل هو موجود أو لا فرح نكتشف انه تعليقي ما موجود وانه ما تعليق لاش خاصة لع القوية يا موجودين بكتبونا يا حبايب الكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل تتوقعون انه وسامتكت كان جابور ياسمين على تسوي هذا الشيء أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن أم أنس مروة وطمع نتها للمتابعين علشان وضع أصالة حاليا بعد ما ولدته جابت الطفل وانه نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري تتبيع المتابعين وتطمنهم أنه أصالة ما بها أي شيء وانشانت كاتبه كثير رسائل بتوصلني عم تسأل عن أصالة والبيبي الحمد لله رب العالمين هم بألف خير كل الحب طمع الأول شيء ألف الحمد لله على السلام ومثل ما شفتوا اليوم الصبح بالوقت عن اللي نزلتها كان بها شوية تستوريات لأن الناس يقول بها أنه هاي فترة حي قطعون بها ولح يرجعون الخبر الخامس اللي عدنا عم نور مارو ردة على الأشخاص اللي يتهموا بالتقليد ومع هذا الرد الثاني فنور نزع على حسابها بالإنستجرام هذا الفيديو واللي كان كاتب بيه كلام مهم أنه هذا الفيديو من سنتين وكيت عم أحكي فيه اللي عم جرب فيها المحتوى اللي كنت أنا مخترعه أنه يحتيو لي الاسكتش ويكون سلو موشن حصيته بيض لهيك ما كملت أنت تقلد أشخاص أو أنت تقلدهم يعني مكتبون يا حبائي بالكومنتاشون رأيكم برد نور مار الأشخاص اللي يتهموا بالتقليد وبس والله هنا وصلنا لإنهاة المقطعات ومن المقطع جاوكم منسسوا حطونا لايك واشتركو بالقناة شعلكم فيها زي ما ختم منك القصص وبس مع السلامة